ترجمة نانسي قنقر كانت تشكيلات عصابل ليوناردو المدرب كانت تقوم بخطة خمسة ثنين خطة تركيا ما بين لعبين ما بين المدربين إنها الشوط أول ونقولوا بالله كان فائز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة اندريا سجل في الدقيقة الربعة وربعين عن طريق ضرب الجزاء إرجاء ليوناردو دقيقة 53 يعني شنا كيفاش لوبيز الحارس تعروما شنا كيفاش إليساندرو شنا في دريكو شنا يعني كانت المباراة المرضو شنا كيفاش جوردان يعني نيكولان شنا كيفاش إيدن جيكو يعني في الهجوم المباراة نقوله مباراة وشنا كيفاش ما ننسوش فني كالفليبي الذي أضع الهدف الدقيقة 50 من جانب سابل وان أضع هدف وكان محقق أمام حارس تعروما الذي أنقذ المرماتعو شنا كيفاش اليونازو المسجل هدف شنا إسكاندرو شنا كيفاش في دريكو يعني كانت المباراة مباراة وان صعبت وان صابل رغم أن الصابل يعاني في البطولة الإيطالية لكن اليوم العب ندلي ند أمام نادي تعروما شنا بريشيا الحارس تاع صابل الذي أنقذ المرماتعو من عدة أهدف شنا فرانشيسكو شنا فليبي شنا كيفاش تيقو أليساندرو شنا كيفاش سيموني شنا ماتيا شنا كيفاش دوس يعني بارلوسكي شنا أندريا المسجل الهدف أندريا المسجل الهدف عن طريق ضرب الجزاء يعني كانت المباراة مباراة كانت وقلو بلي شنا كيفاش كانت روما كان مسيطر في اللعب في الاستحواذ واحد وسبعين بالمئة استحواذ تمريرات ربعمية وخمسة عشر تمريرة واحد وثلاثين بالمئة بالنسبة لصابل مياه وخمسة وسبعين تمريرات بالصابل يعني نقولوا اليوم صابل أعطاه كل الحرية لعابين تع روما في اللعب إلا عند منطقة منطقة الثمنتاعش المتر لما شنا كيفاش غلقوا كل منافذ وينصعبوا المهمة على روما خاصة في الشوط الثاني وينرجعوا ويلعبوه ما لعبوش بثلاثة خمسة ثنين كما لعبوه في الشوط الأول الشوط الثاني لعبوه بخمسة ربعة واحد يعني تكتل كبير أمام المرمى تاع صابل هذه المباراة مباراة كنت نكبش روما صابل وين دور الإيطالي الدرجة الأولى سيري أي في الجولة 16 صحيح